موسيقى السلام يا بي كبيري سلحتكم بإخير أتمنى أن تكونوا بأحسن الأحوال يا ربي مرحبا يا بي أنا أنجلس وأريد أن نظر معكم شوية مني كنجلس وكنت قابل مع الكاميرا مني أريد أن نظر معكم شوية كنت أشعر براسي بحلقة نظر معكم حالياً أننا كنت مجموعين وأنا كنت نظر معكم سبحان الله وقلت يا تتما سبحان الله هل تلك يجيني أنا المهمني كنت نظر معكم تم تحاول معكم مباشرة وفي تلك الساعة كان لدينا بعض اللحظة وطهر شابي أرد ما إني آريد خدمت صورة موضوع خدمتك يعطي جداً تتعرفه حالياً أننا نعيش في مصورة في المعامل هذه الصعبة الكثير من الناس تتعرفوا إقتصاد الممتدد للخدمات فقط هذه الكثير من الممتدد أو بلادنا أو المغرب كش t- والعالم نظل في هذه الممتدد وعندما نعيشه وعندما نعيشه المطارات السادين أماكن التسليد أولادنا صغيرة سادين مساجد سادين الناس موقفة خدمتها صالونا سادين الكثير من الناس موقفة الخدمة لها وقلصوا في دارها يعني يشوفوا هذا الوباء كيف اتطر على الحياة اتطر على الحياة لنا بشكل كبير 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 واحد تحية كبيرة لان شنو اللي باقي ده بحال الاشياء الضرورية بحال البلايس اللي كانوا يجيبون منهم الماكلة المشافي الأمن تحية الأمن يعني في أي بلد يعني قائل يعني في حال الساعة هما أبطال هما اللي باقي يدورون هما اللي باقي يوقف على الناس وما اللي باقي يدورون مع الناس وما اللي باقي يدورون حضر التجوال يعني هذو بحاداتهم كلهم أبطال واحتل في المشافي ماشي غير الطبيب للأطباء هما الأبطال كل شي من عامل النظافة إلى الطبيب كلهم ما شاء الله عليهم وما اللي باقي يدورون وما اللي باقي يدورون تحية كبيرة وكل واحد يخدم بنيته راح رزقه وحسناً محسوبة عند الله صبح و تعالى لهذا فشكراً لهم شكراً شكراً على المجهودات كاملة وما اللي باقي يبدلون في هذه الساعة و هذه الظروف اللي نعيشون فيها كما قلت لكم كتعرفوا أن القيصة للبلاد تأثر بهذا الواباء مش غير قدامي اللي تأثروا والشركات وصالونات حتى اليوتيوب بدأ كيتأثر من هذا الواباء لأن اليوم أنا كما قلت لكم مسبقاً كنت اعلنتي واحد كنت مني كانوا كنتم هدروا معي الصحافة كما قلت لكم أنا اليوتيوب ديراه كخدمة أنا هذا اليوتيوب خدامة فيه تنبح لي بحل أي واحد كل الناس بخدامة في اليوتيوب و اليوم بدأ اليوتيوب كتقاس يعني كيف يبدأ كتقاس الاقتصادي البلاد ماشي غال البلاد العالم كله غايتوقفوا اليوتيوب غايتخدام اليوتيوب متضرر و بدك يتضرر لماذا؟ أنا اليوم مني كندير لكم الفيديو كين واحد اعلانات يطلع عليكم هذو الاعلانات هما الخلاص هذو الاعلانات هي كتلع عليكم ساك هي كتلع عليكم سبات هي كتلع عليكم زبدة مهم هذو الاعلانة هي هو الخلاص يعني هذا المعلينة هو الخلاص يعني هذا المعلينة هذو المعلينة اعطل الفلوس و منه انتوما تشوفوا ما حال يشوفوا الناس و منه كان نفضوا الفلوس ولكن حاليا ما يريد ان يشترر السبات يعني هذا المعلينة ما يريد ان يشترر السبات و كان يخلص عليه القاد ما حال هذه؟ ولكن هذا حاليا في الوباء ما يريد ان يخلص عليه مبلغ كبير؟ يعني انسان هذا هو ما يفكر في السبات و يفكر في المرض و يخرج مع ولداته و ترجع الحياة للطبيعة يعني فهذا بدأك يتأثر يعني يتأثر على اليوتيوب يعني مبقاش الخلاص كما الاول و انا غيرت نقول لكم واحد الكلمة انا شفتوا اليوتيوب و اخا ينزل يبقى نازل يعني يبقى نازل الفيديو نازلت يقول الصفر على الفيديو كما قلت لكم الاول راني داخل على اليوتيوب قبل اني داري خدمه و اني انتخلص منه و لكن انا جمعت واحد العائلة ما شاء الله اللي خاصني داروه و انتو متواصلوا معي نازل دائم انا كنتعطل و انتأخر باش من نازل الفيديو يبقى يصير طوليه في انستغرام و انتظار و انتظار و انتظار و انتظار و انتظار و انتظار انا جئت من المغرب انا و اختيتي باسبوع و لم تتطر و انتظار شعلا كل شيء مكتوب شخص نازل ونحن نجد عزيرها في دروس ونحن نزيلوا عزيزين والحمد لله ، على كل حال في وقتنا ونزلت عزيزين يتواحشون في أي وضع هذا الكلمة ، لا يحس بالمقترب الي أنك في بلاده هناك بلاد اخرى يعني الانسان لا يكون لديه الفلوس يقول انا بلاتي سوف نجمع الفلوس و سوف ننزل لبلادي كي يكون مسئلة وقت سوف يجمع الفلوس و سوف يجمعهم بعد غدا و سوف يجمعهم و سوف ينزل مهم عند واحد شوية الرافاهية لانه يقدر يجمعوا شيء مبلغ و ينزل و يشوف والدي و انما نهار يقولون لك المطارات صافي و احد الباب بابة مزدود سوف تشعر احساس ايش به المغتربة ايش بخانقة و اول حاجة يقولون انه لا ترد شيء حاجة ولا يجب ان نجي و لا يوجد ايش من تحرك بابة مزدود و اذا لم يكن لديك المال و او تنزل ايش انا جاءتني من المطارات تصدق انا جاءتني الخانقة بركتلي على قلبي لا! اسمحان الله! يقولون ان الولادين والمرض لا يمكنهم شيئا لديهم أنا.. أراها صعبة الله ينجي كل واحد من هذا المرض يخليه لكم والديكم الله يرفع لنا هذا الوباء إنسانا ضعيف جدا لدي هذه المسألة شوفوا كيفش يعني سبحان الله وانا نقول لكم ونعود نقول لكم رزاقه والله سبحانه وتعالى كانت شي رزاقة بغا تجيك رالله سبحانه وتعالى غايصا يفضلك سواء نقول لك سواء يسدوا اليوتوب سواء تسد الخدمة ديالك موقفة شوف توقفت الحياة كلها وتبقى رزاقه ديالك على الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كم كان الحال كم ما كان الحال كم ما بغا تجي يجي نقول وغير الحمد لله غاد شي الانسان ما يقدر يدير فيه التحاجة يعني غاي بلس وغاي شوف وحبا يبي كيف ما قلت لكم انا في انا في هذه القناة اللي درناها انا وراجلي يعني انا اطلعت هذه القناة بحب الناس لا تشيع لش انا قلت لكم ولا عندي واحد بحل الكونتاك معاكم اشوف ركين الفرق بابا نطلع قناتك بالشي فضائح ولا بالعري ولا بالمعاطي ولا بتتخاصيم ولا بتجيبدي فلان وتجيبدي فنانا وتجيبدي فنانا انا لا تجيبدي احد انا حياتي او يومياتي حياتي يعني الحياتي كنشاركة معاكم والناس بغاتني على هذا الاساس واشتركت معي في القناة على هذا الاساس يعني الاساس تفرج في اليوميات ديال نوارا ومهند لهذا فينا انا جمعت واحد لحب ديال الناس هذا ما يجبني هذا ما يجبني هذا ما يجبني هذا ما يجبني بغى نقع بغى نقع حببني انني بغى نقع لتواصل معاكم ما بغى نمشي يعني ما بغى نسمع اليوتيوب هذا وعفتيرا عندي واحد الناس وحد الائلة اللي اعزاز على قلبي يعني بلا بلا نفاق بلا كده حيات انسان سبعونيها حيات الانسان نهار اللي كيكون واقع في شي في شي مشكل بحل نهار نهار اللي عودت لكم على القصة نهار اللي اخوتي اخواتي نهار اللي كمينو لي الفلوس ماشي كمينو فيه نهار اللي اعطوني المبلغ شو نقول لكم شو حالي التعالق جاوني يعني الناس كل من عندي في القناة باقي 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 يتساعدوا معي وينتحونوا معي يعني شوف يعني الناس كيبكو معاك والناس كيبكو يعونوك والناس يعني دخلتي دخلتي القلوبة المعادنة الناس كتتعرفيها باقي 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 الحياة اللي ما نقولك اللي ضروري تكون فيها منشار خاصك تكون فيها منشار الحياة الليك مرة فيها هي الليك تعطيك واحد القوة للشخصية ولكن الحمد الله أخذينا واحد القوة للشخصية ولكن ما أخذيناش القباحة الشمكير القباحة القلة الحياة ولا القباحة هذا الشيء ما أخذيناش أخذينا غير قوة شخصية أنك يتواجه بها الحياة يتواجه بها الحياة الحياة الليك خاصة واحد القوة ضروري ولا أنني ما نقاديوش ما نطعنوش في الناس ما نهضروش عن الناس ما نخرجوش عيننا من الناس على الباطل في حالنا مسالمين الحمد لله هذه روحة الميزة فينا أننا وخد حكينا في الدنيا أخذينا غير الإيجابيات يعني كيفاش نعولوا على رأسنا كيفاش نخرجوا عينينا في بناة دم يعني تخرج العينينا ما شاء الله كل شكيعة في خرج عيني وكل شكيعة في هدار وكل شكيعة في غوفل ولكن هذا الشيء نحن بعيد علينا هذا الشيء التحاميلات والنصب وذلك الشيء نحن بعيد علينا النهار اللي فكرت نفتحكم الناس فكرت المتلقات نشارك معكم حياتي أنا اليوم زوينا ضحكة وأنا اليوم غدا ما هيش وانا بعد غدا ديرها وانا بعد غدا ديرها عندي هذا الشيء كله اليومية نرياء مشاركة معكم والناس ربما أحبت لانك شاركوا عدنا بشيء، يشوفوا اليومية لينا كانت تجربين لغة إنجليزية وكانت تجربين كذا كذا أنا كذبة يوميات نوعهم ومهند والناس الذي يشوفوني حالياً كلهم يشتركون عندي بشيء يشتركوا يعني حياتي اليومية لدينا فهذا فعلا حب الناس لاندي واحد ما نقول لكم من ينزل المغرب او تاني الناس ما نقول لكم هذا الشي كحب الناس كما قلت لكم يتشرم و يتباع فهذا يبقى عندي واحد تواصل معكم بالمحبة انا دموعين يزلوا بالمحبة حيث انا انتوما قلتوا عزاز لاني كنت لقى مع الناس بره في الزنقة و كيعنقوني و اللي يجوا عندي و اللي يقولوني بزيز الحويج فأنا بنيت واحد الحب للناس يعني ما بنيتش اللي غي يشوفني شو واحد في الزنقة يقول الله يخليها سلعة و ها هي ذيك اللي كتبعنا في اليوتيوب حيث كنا كنا الشهرة فيها فيها كنا الشهرة اللي كتكون هكذا اللي كتتفضحي فيها اللي كتنزلي كتبقي غدا مدرقة بين الحيوب قبل ما يشوفوك الناس بدي سبوكين الشهرة اللي كتجمعي بمحبة الناس فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى محبة الناس و شكرا شكرا لكم بزاف و أنا دموعي نزلوا دموعي نزلوا دموعي نزلوا حيث كتأثرت بالصحة من قلبي خالص كنهدر معاكم و شكرا على التعاليخ ديلكم كلها اللي من البدايات ديلكم انتو مستنديني حد الساعة شكرا 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 لكم بزاف و بوثاليكم و صافي هنكمل وش هنقول لكم هنكمل الفيديو و مهي محباي بي تسنوني فيديو قادم بإذن الله بوثاليكم و مع السلام